لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في ختام حلقات برنامجنا نسائم الحج الذي يطل عليكم من شاشة قناة المهرية مشاهدين الكرام انطلقت اليوم أصداء التكبير والتحميد محلقة فوق جبل عرفات شاهدة على ارتقاء الأفئدة وتلاحم الهمم كانت الأيدي ترتفع إلى السماء بدعاء خاشع ورجاء ملح في يوم عرفة يظهر الشيطان في أذل صورة مبعدا أمام عظمة مغفرة الرحمن وكرمه الذي يعتق به عباده من قلب مشهد لا يصف بالكلمات وإنما تصفه تلك الصور التي تصلنا للحجيج نحن على أعتاب لحظات فقط تفصلنا عن إكمال الركن الأعظم في الحج الوقوف بعرفة الموعد الإلهي الذي ستغيب شمسه عن سماء مكة بعد لحظات والحجيج يتجهزون للسير نحو مزدلفة وأرواحنا تشد الرحال معهم تحلق خلفهم محملة بشوق يتدفق وحنين يبوح بحب المشاعر المقدسة في حلقة اليوم سنتحدث عن هذا اليوم العظيم ثم نهي أنفسنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك يوم التضحية والإيثار حيث تخفق القلوب بفرح العيد وتترجم الآياد بصدق النية أسمى آيات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية بسمكم جميعا أرحب بضيفنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الحي يوسف عميد أكاديمية أنصار نبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم دكتور أياكم الله أهلاً وسهلاً حفظكم الله دكتور ورعاكم دكتور اليوم يوم المشهد العظيم اليوم يجتمع الناس على صعيد عرفة نستطيع أن نقول بجنسيات مختلفة يدعون الله عز وجل بدعاء مختلف بلغات مختلفة كلهم يبتهلون إلى الله عز وجل رفعوا أكفة ضرعة إلى الله عز وجل اليوم على جبل عرفة سكبة العبرات نريد أن نتحدث عن يوم عرفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله جل جلاله يفضل ما شاء من زمان أو مكان أو حدث أو شخص ومثل ما فضل ربنا جل جلاله ليلة القدر على سائر الليالي وشهر رمضان على سائر الشهور ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع كذلك هذا اليوم المبارك يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا اليوم المبارك تتنزل فيه الرحمات وتعظم فيه البركات وتستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أغيض ولا أدحر منه في يوم عرفة من كسرة ما يعتق الله عباده من النار هذا اليوم المبارك الله جل جلاله يطلع على أهل الموقف ويباهي بهم ملعه الأعلى هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم أهل الموقف مشمولون برحمة الله عز وجل متعرضون لتلك النفحات لذلك يعني بعض الصالحين بلغ به الحال من رقة القلب واتهام النفس أن يقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم جميعا يعني هو يتهم نفسه ويحسن الظن بالمسلمين هذا اليوم المبارك نبينا صلى الله عليه وسلم خطب في المسلمين تلك الخطبة الجامعة التي بيّن فيها قواعد الإسلام ومعالم الحلال والحرام وحقوق الإنسان فقال أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين وأول دم أضعه دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني هزيل وألا وإن ربى الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربى أضعه ربانا ربى عباس بن عبد المطلب أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا إلى أن قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت فرفع أصبعه إلى السماء ونكسها مشيرا بها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد وما عاش بعدها صلوات ربه سلامه عليه سوى إحدى وثمانين ليلة هذه الخطة العظيمة كانت في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم المبارك نزلت هذه الآية فهذا الجامعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبكى عمر رضي الله عنه فقال له نبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي قال يا رسول الله ما من شيء كمل إلا نقص يعني كبال بعده النقصان وكان هذا إيذانا بأن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنى ونبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك لما قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكان عليه الصلاة والسلام كالمودع للناس نعم فلذلك أقول هذا اليوم المبارك من شهده في تلك العرصات المقدسة هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له ومن حبسه العذر فما حرمه الله من الفضل بل يدعو حيثه فإن ربنا جل جلاله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا به ونبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله أحسن الله إليكم شيخنا يقولون عن يوم يعرف أنه صورة مصغرة عن الدنيا وأنه أيضا صورة مصغرة عن الآخرة ربما لاجتماع الناس حدثنا عن هذا الموضوع صحيح أنه الآن أنت لو تأملت في صعيد عرفات فوجدت الناس ما بين أحمر وأسود وعربي وعجمي وطويل وقصير وشاب وشيخ وذكر ونسى قد تباينت سحناتهم واختلفت لهجاتهم وتعددت قبائلهم وإثنياتهم وهؤلاء جميعا جاءوا في لباس واحد ويرددون شعارا واحدا 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 وبهما كما بدأنا أول خلقにعيد مجموعون في صعيد واحد في أرض البيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد يعني ما فيها بناء ولا شجرة ولا شيء موقفون للعرض على الله عز وجل وكل مشغول بنفسه كل مهموم بأمره كل يتفكر في عاقبته فذلك الناس يوم عرفها سبحان الله عيدهم كل مقبل على ربه ولا هم لهم في هذه الدنيا ولا يلتفتون وقد خلفوا وراءهم الأزواج والأولاد والأموال والأعمال نعم وخلفوا وراءهم الرتب والنياشين والأزياء وما يميز بعضهم عن بعض كلهم قد حسروا رؤوسهم فلا عمام ولا قلنسوا ولا يعني شيء يميزوا واحدا عن واحد يرجون أن يفوزوا بجائزة هذا اليوم أنه إذا غربت شمسه يقال لهم انطلقوا مغفورا لكم يخرج من ذنوبه كيوم ولدتهم وهكذا عرف زكرنا بهذه الدنيا أن الناس مختلفون في الأجناس والألوان والأحساب والأنساب والألسنة والأحجام لكن هذه الدنيا هذه هي الدنيا فالسعيد الموفق من اغتنم هذا اليوم فيما يقربه إلى الله عز وجل فأكثر من التهليل أكثر من الدعاء أكثر من قراءة القرآن أقبل على ربه جل جلاله متخشعا متبتلا متذللا ما شغل نفسه بقيل وقال ولا شغل نفسه بلهو أو لعب أو باطل فإنما هي ساعات معدودات والموفق من فاز فيها بجائزة لها نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجي حجهم وأن يرجعهم إلى بلادهم وقد غفر لهم سيئاتهم دكتور لو ننتقل من هذا المحور غدا يوم النحر غدا هو يوم عيد الأضحى المبارك ومن أعظم الأعمال التي يتقرب الإنسان بها لله عز وجل هي ذبح الأضحية كما أسلفتم في حديث سابق أن خير الأعمال الثج والعج دكتور ما حكم ذبح الأضحية نعم الأضحية عند جمهور العلماء سنة مؤكدة والدليل على كونها سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم النحر يؤتى بكبشين أملحين قرنين سمينين يضع رجله على صفاحهما ويذبح الأولى قائل الله ما آذى عن محمد وآل محمد ثم يذبح الثاني ويقول الله ما آذى عن من لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاء ولذلك يقول علي بن الحسين رضي الله عنه فلم يبقى رجل من بني هاشم ليس له ما يضحي به إلا قد كفاه الله ما أونة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو رافع رضي الله عنه يقول لم يبقى أحد من الأمة ليس عنده ما يضحي به إلا قد كفاه الله ما أونة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر أحيانا لا يضحيها كراهتا أن يعتقد الناس أنها واجبنا لكن يكره لمن كان قادرا أن يذوقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربا والإنسان لا يزهد في الأجر العظيم الذي في هذا النسك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دمك وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض وطيبوا بها نفسا ويخبر الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أنفقت الورق أي الدراهم في شيء أفضل من نحيرة في يوم عين ولما سأله زيد بن أرقم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا من الأجر قال لكم بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة فلذلك الإنسان الموفق يحرص على أن يحيى به الشعيرة وأن يبتغي بها وجه الله أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس مارسونها على أنها عادة أو يقول لك أريد أن أفرح الأولاد أو أريد كذا لا وإنما نفعلها نرجو هذا الأجر والثواب نرجو مغفرة الذنوب نرجو مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات وعفاة الدرجات نرجو التشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم نرجو أن نحيى سنة الخليل عليه السلام الذي فدى الله ولده بذبح عظيم هذا الذي ينبعي أن نستحضره وأيضا نستحضر التوسع على الأهل والعيال والإحسان إلى المسلمين كما قال رب العالمين فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والماتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أحسن الله إليكم انطلاقا من هذه النقطة نريد أن نحيي سنة إبراهيم بعض الناس يضحي لا يدري لماذا مثل ما قلتم أنتم أحسن الله إليكم أنه فقط هي عبارة عن عادة يريد أن يفعل مثل ما كان يفعل أباه لماذا نذبح هذه الأضحية نعم نذبحها لأن سنة أبينا إبراهيم الذي علمنا التضحية قبل أن يعلمنا الأضحية علمنا التضحية بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان يضحي بكل شيء لله عز وجل فاستحق أن يجعله الله إماما إني جاعلك للناس إماما إن إبراهيم كان أم إبراهيم عليه السلام كان ماله للضيفان لذلك لما جاءته الملائكة خمسة أو سبعة جاءهم بعجل حنيذ في الآية الأخرى بعجل سمين لو أتاهم بخروف لكان كثيرا لكنه جاءهم بعجل أبت نفسه إلا هذا الكرم نعم وأن يكون أيضا سمين وأن يكون سمينا حنيذا سبحان الله يعني من أطيب اللحم وأحسنه دادا وجاء به بسرعة فما لبث أيه الفراغ إلى أهله وأيضا البذل بدنه للنيران نعم فإنه عليه السلام يعني في سبيل التوحيد جرد من ثيابه وأججت النيران ثم قذف بالمنجنيق سبحان الله ولما جاءه جبريل يا إبراهيم ولك حاجة قال أما إليك فلا أما إلى الله فحسبي الله وهو في أمس الحاجة في ذلك الوقت حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم لما أولي في المنام أنه يسبح ولدهما تردد وكلم الولد من باب تطيب الخاطر لا من باب أنه تردد نعم أي نعم وكان الولد كأبيه سبحان الله يا عبد فعما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالح فلما أسلم أي استسلم استسلم لله عز وجل ولهذا نقول الإسلام الاستسلام تستسلم لله في حكمه الكوني القدري وفي حكمه الديني الشرعين فإبراهيم عليه السلام ولده استسلم لله عز وجل فكانت المكافأة أن سلم الله عليهما وجعلهما من المحسنين سبحانه وجعل لهما لسان صدق في الآخرين فالإبراهيم عليه السلام نحن نحي سنة مستحضرين يعني تلك المعاني العظيمة الآن بعض الناس ما يريد ضحي بوقته صحيح بعض الناس ما يريد ضحي بشيء من ماله بعض الناس ما يريد أن يضحي بشيء من جاهه ربما يثلم الدين وينتقص من أطرافه ما يتكلم خشية أن يشتم أو خشية أن يقال عنه أو خشية أن يتهم أو أن يضيق عليه في رزقه وما لنه إبراهيم عليه السلام يعلمنا التضحية ولذلك الأضحية مربوطة بالتضحية في كل صورية نعم هذا المال طيبة بذلك نفسك ترجو ما عند الله من أجل سواب هذا نوع من أنواع التضحية حين تخرج من هذا اللحم أطيبه ما تستطيبه نفسك فتبذله هدية للجيران أو الأرحام وتبذل بعضه للفقراء والمساكين من باب الصدقات وإدخال السرور على المسلمين وأنت تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله سرور تدخله على المسلم تطرد عنه جوع أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا فهذا أيضا من باب التضحية التي نتعلمها في هذا العيد الذي يسمى عيد الفداء عيد الفداء وعيد الأضحى وعيد النحر ويسمى كذلك العيد الكبير العيد الكبير لأن الله سمعه يوم الحج الأكبر تجتمع فيه الأعمال العظام من رمي جمرة العقبة ونحر الهدايا والضحايا تقربة إلى الله وحلق الشعر إيذارا بعهد جديد ثم الطواف بالبيت العتيق فهذا يوم الحج الأكبر أحسن الله إليكم شيخنا شيخنا ما هي الشروط أنا أريد الآن أن أضحي عرفت أن لها أجرا عظيما أريد أن أضحي ما هي الشروط التي يجب أن أطبقها قبل أن أختار الأضحية شروط أربعة شرط يتعلق بالجنس شرط يتعلق بالسن شرط يتعلق بالنوع شرط يتعلق بالوقت أما بالجنس فقد أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام التي هي نعم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنى ثمانية أزواج من الضأن الثنين ومن المعز الثنين ومن الإبل الثنين ومن البقر الثنين فلو أنك ضحيت بنعجة أو كبش أو معزة أو تيس أو بقرة أو ثورة أو بدنة أو جمل أجزاء أجزاء ممتاز حكورها وإناثها كله مجزئ طيب هذا من ناحية الجنس أما من ناحية النوع من ناحية السن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن المسنة المسنة من الإبل ما أكمل خمسا وطعن في السادسة والمسن من البقر ما أكمل اثنتين وطعن في الثالثة والمسن من الماعز ما أكمل سنة وطعن في الثانية أما الضأن فيجزئ الجذع والجذع ما أكمل ستة أشهر إذا كان عندك نعجة أو كبش لو ستة أشهر أجزائك أن تضحي به أما من ناحية النوع فلا بد أن تكون سالمة من العيوب المؤثرة على الإجزاء أبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين وردها ولا العجفاء التي لا تنقي عجفاء يعني الضعيفة نعم وكذلك نهانا صلى الله عليه وسلم للأضحية بالبخقاء وهي العمياء والهتماء التي تكسرت أسنانها ونهانا عن الأضحية بالخرقاء والشرقاء والمقابلة والمذابرة والمصفرة والمستأصلة هذه كلها عيوب بمعنى أن الإنسان يفتش هذه البهيمة لأنه سيقدمها لله عز وجل لأنه قد قال لن تنهر بر حتى تنفقه مما تحبون نعم وفتقبل من أحدهما ولن تقبل من الآخر قالوا هابيل عليه السلام كان راعيا فاختار أدود ما عنده من بهيم وقرواه لله والآخر كان مزارعا فاختار حزمة من رديء زرعه ثم فتشها فوجد فيها فسيلة جيدة فركها وأكلها نعم ولذلك تقبل من أحدهما لم يتقبل من الآخر إنما يتقبل الله من المتقين فأما من ناحية الوقت وقد أجمع أهل العلم على أن من زبح قبل صلاة العيد فإنما شاتوه شات لحم يعني أنه ذبحها لحما لا تعد أضحية لا تعد أضحية النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى المصلى فشم رائحة شواء قد ذبح الناس وقال ما هذا قالوا أبو بردة ذبح أبو بردة بن نيار الفشعري رضي الله عنه ذبح فقال عليه الصلاة والسلام يعني أدعوه فلما جئ بيه قال لو من أمرك فقال يا رسول الله اشتهينا اللحم فقال له عليه الصلاة والسلام اذبح مكانها أخرى بمعنى أنها لن تجزئ ثم أكد هذا في خطبة العيد قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نغدو إلى مصلانا ثم نرجع فننحر نسكنا فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء نعم لذلك الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد أن الإنسان في مكان ما فيه صلاة عيد ينتظر قدر ما تصلى صلاة العيد وينتهي وقتها بمعيب شمسه ثالث أيام التشريف الذي هو رابع أيام العيد وماذا بالشافح نعم مذهبنا نعم دائما إذا كان هناك زحام أو شيء نؤجلها اليوم الثاني أو الثالث وسواء في ذلك أن تذبح بالليلة أو بالنهار عند الجمهور ما يجزي لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيام منها كلها ذبح أو أيام التشريق كلها ذبح قالوا هذا مفهوم لقب يعني ما يتعلق به مفهوم لقب ضعيف ضعيف نعم صحيح فالمقصود بأن هذه شروط الأربع من ناحية الجنس من ناحية النوع من ناحية الوقت ومن ناحية السن أحسن الله إليكم شيخنا شيخنا بعض الناس خاصة هذا العيد سيأتي في منتصف الشهر ربما سيأتي سيكون عنده راتب متأخر ربما ما يعطيه الأب لابنه أو الرجل نفسه عندما يقبض المال قد ربما لا يستطيع أن يوفر قيمة الأضحية في منتصف هذا الشهر هل يجوز للإنسان أن يستدين من أجل أن يضحي بالأضحية ما ينبغي له أن يستدين فإن الله جل إله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها حتى لو كان مستطيع أن يردها أما من أراد أن يستدين فنأجو أن يخلف الله عليه إمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إنسان وزق بمولود وما عنده ثمن العقيقة هل يستدين قال إن استدانا رجوت أن يخلف الله عليه فما في مانع أنك يستدين لكن ما كلفك الله هذا ولو استدنت استحضن لي طيبة أنك تريد إحياء هذه السنة أنك تريد التقرب إلى الله عز وجل فإن شاء الله يخلف الله عليك وأنا يعني آهنا أيضا وجه نداء إلى كل قادر بأن إخواننا في غزة قد فقدوا ضرورات حياتهم وأصابهم البأساء والضراء وقد نزل بهم من البلاء ما لا يكشفه إلا الله تسلط عليهم الأعداء هم الآن لا يحاربون الصهاين هم في حرب عالمية فعلا فيها الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والألمان والطليان والهنود قوى الشر كلها تكالبت على هذه العصابة المؤمنة من أجل أن تفتنها أو تستأصلها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآن تسعة أشهر وهم صامدون مصابرون مرابطون أسأل الله أن يثبت أقدامهم آمين يا رب لا بد أن نعينهم من استطاع أن يذبح لأهله واحدة ويبعث بواحدة فهو على خير عظيم من آثر أولئك فهو على خير أعظم ويؤثرون على أنفسهم من استطاع أن يبذل لهم شيئا من ماله فواجبنا عليه أن يبذل لأن هذا جهاد بالمال نحن الآن عاجزون عن الجهاد بأنفسنا لكننا قادرون على الجهاد بالمال فكل من بسط الله له الأسباب وفتح له الأبواب ووسع عليه في الأرزاق ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم يقينا أن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم قدرها بسبعمائة ضعف وربنا قد قالوا ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازق نسأل الله أن يكون معهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم آمين شيخنا هنا سؤال هل تجزئ الشاع الواحدة عن الرجل وأهل بيته نعم نعم ورسول صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت أضحيه وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام وكان يضحي بشاة واحدة عن نفسه وعن أزواجه جميعا يعني بمعنى الآن لو أن عندك أربع زوجات نعم لأ لست أنا شيء عندك من الأولاد عشرون نعم ومعك في البيت أبواك شيخاني كبيراني نعم من طعامكما واحد ومعك من إخوانك ثلاثة أربع كل هؤلاء شاه واحدة تكفي نعم شاه واحدة تكفي أما البقرة والبدنة فإنها تجزئ عن سبعة أبيات يعني ممكن إحنا سبعة يعني أسر يعني مثلا جيران أسر اختلفة نعم نشترك واحدة بكل منا سبع نعم ومثل هذا أيضا نقال في الهدي والحمد لله دين الله يسر صحيح أحسن الله عليكم شيخنا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله حدثونا عن فضل هذه الأيام أيام العيد نعم هذه الأيام المباركة هي التي سماها الله أياما معدودات نعم وأمرنا بأن نكثر من الذكر فيها فقال واذكر الله في أيام معدودات وهذه الأيام صيامها ممنوع مثلما أنه يمنع من صيام يوم الفطر ويوم النحر فكذلك أيام التشريقي وسميت أيام التشريق لأنه جرت عادة العرب بأنهم كانوا يذبحون في يوم النحر قبل الإسلام يعني أنهم ورثوها من ديانة إبراهيم فكانوا يذبحون يوم النحر ثم في اليوم الثاني يشرقون اللحم يعني يعلقونه يعني يعلقونه من أجل أن يتعرض للشمس ويجف ثم ذلك يذقونه ويحفظونه ويستعملونه يعني التجفيف يعني التعليب كما يسمونه الآن فالمقصود بأن هذه الأيام صومها ممنوع هذه الأيام يستحب الإكثار فيها من التكبير والتهليل خاصة دبر الصلوات المكتوبة ففي مساجدنا نرفع أصواتنا بالتكبير والتهليل تقربا إلى الله عز وجل وإظهارا لهذه الشعير كان عمر رضي الله عنه في خيمته في ميناء يرفع صوته بالتكبير فترتج منه الناس كلهم يكبرون أي بتكبير عمر رضي الله عنه فهذه السنة التي هجرت من كثير من الناس ينبغي أن نحيا في بيوتنا في أسواقنا في طرقاتنا في مساجدنا نكبر الله عز وجل ونحن نعتقد يقينا أنه لا أحد أكبر من الله الله أكبر من كل كبير هم الآن يعني ينبزوننا يقولون بأن الله أكبر هذه صيحة الحرب وكلّبوا فالله أكبر إذا صلينا الله أكبر إذا ولد لنا مولود الله أكبر إذا مات لنا ميت الله أكبر كلما صعدنا شرفا والله أكبر كلما تجددت لنا نعمة والله أكبر حين نبشر بهلاك عدو من أعداء الله والله أكبر حين نركح حين نسجد الله أكبر حين نقعد فالتكبير عندنا معشر أهل الإسلام هو مادة حياته فعلا مقروم في جميع حياته لأننا نعتقل يقينا أنه لا أكبر من الله رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوده أحسن الله إليكم وحفظكم شيخنا نختم بهذا السؤال العيد يوم فرح وسرور هل يترخص للإنسان أن يعمل أعمالا في العيد لا تجز في غيره؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا في العيد أن نرفه عن أنفسنا وأن نوسع على أهلنا وعيالنا ولما دخل الصديق أبو بكر عند عائشة رضوان الله عليهم أجمعين جاريتان تغنيان بعناء يوم بعث والنبي صلى الله عليه وسلم قد حول وجهه إلى الجدار قال أبو بكر المنتهر أم ازمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإنه يوم عيد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة تقول عائشة رضي الله عنها فتركتهما حتى إذا خرج أبو بكر رمزتهما فخرجا يعني خلاص طالما يجيب مشاكل نعم أي نعم فأخرجتهما فما في معنى بأن الناس ينشدون ما في معنى من الضرب بالدف في يوم العيد أن النساء أو البنات يضربنا بالدف ويغنينا ببعض الغناف كلمات المباحة ما في معنى من هذا كله إن شاء الله أحسن الله إليكم شيخنا شيخ الدكتور عبدالعي الله يكرمكم ويحفظكم ويبارك فيكم أميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم كنت معنا على مداري أربع حلقات شكر الله لك وحفظك وعشر الله خطائك أسمح لي أنه هنياك بعيدا لأبها المبارك الله يحفظكم ويبارك فيكم نسأل الله أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام آمين اللهم آمين